قل مراسلنا في أبيان عبوة ناسفة انفجرت في مفرق أورما شرق مودية سهدفت طقما عسكريا للقوات المشتركة الجنوبية المشاركة في عملية سيوف حوس هذا أكدت عمليات محور أبيان عن استشهاد جنديين وجرح ستة آخرين بالعملية الإرهابية وتم نقلهم لمستشفيات المحافظة لتلقي العلاج وتأتي العملية الإرهابية بعد يومين فقط من عملية إرهابية ممثلة كانت تستهدف قائد القوات الخاصة لواء فضل بعش